بسم الله الرحمن الرحيم الموافع والاستعداد النفسي قبل السفر إلى الكنغو لمواجهة فيتا كلاب بإذن الله هذه المباراة القادمة عقب مباراة الإسماعيلي مباشرة وبالطبع انتصار اليوم انتصار مهم جدا ثلاث نقاط في الدور المحلي لكن دافع قوي ودافع مع نواية قوية للفريق قبل السفر إلى كنشاسة لخود مواجهة فيتا كلاب في الجولة الرابعة من مباراة دوري أبطال إفرق حلقة فيها تفاصيل حرقة فيها تفاصيل مهمة وكواليس مهمة وبالتأكيد نلقي الضوء أيضا على آخر الاستعدادات وكواليس الفريق في استاد أو فندو الإقامة في برج العرب قبل التحرك إلى ملعب المباراة لكن نبدأ بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة ليه علاقة بالتأكيد بمباراة الإسماعيلي والأهلي توقعتكم لنتيجة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري العام ومين ممكن يسجل الأهداف في مباراة اليوم شاركونا من خلال طبعا الإجابة على هذا السؤال في صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات بالنسبة لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي الأهلي والإسماعيلي في قمة صعبة وكمان في ترند الأهلي إبراهيم نور الدين حكما للمباراة وأخيرا باحثة الأهلي تطير إلى الكنهو السبت المقبل على بركة الله بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق النادي الأهلي لكن النهاردة بالطبع يكون حادثنا بشكل كبير جدا على مباراة الإسماعيلي والأهلي نبدأ كمان في جزئية مهمة جدا نهاردة في مجموعة من المباراة مباراة في الدور المصري وفي دور أبطال أوروبا والدور الإنجليزي وأيضا كمان في الدور الأسباني دور المصري طبعا المباراة المرتقبة للكل بينتظرها ويتابعها مباراة مهرية كبيرة ما بين الإسماعيلي والآله هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر ستلعب على أستاذ برج العرف في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم لكن مباراة اليوم في دور أبطال أوروبا اليوم في مجموعة من المباراة والجولة الإياب في دور الستاشر ليفربول هيستضيف لايبزيج الألماني الساعة عشر وكان ليفربول سبق لي الفوز على لايبزيج في ألمانيا 2-0 كان أحرزهم محمد صلاح ويسادي وماني باريس سانجرمان النهاردة أيضا الساعة العاشرة مساءنا هيستضيف برشلونة هل تكون مباراة ريمونتادة للبارسا تحت قيادة إدارة جديدة بقيادة خوال لابورتا هنشوف مباراة اليوم خاصة أن باريس سانجرمان سبق لي الفوز في ملعب الكامبينو في كتالونيا على برشلونة أربعة واحد وبالتالي برشلونة يحتاج أنه يستعيد ويعمل ريمونتادة ويفوز على أل لسلسة أهداف مقابل لاشي مباراة اليوم في الدورة الإنجليزية هي مباراة ضمن لقاءات الأسبوع الثلاثة وثلاثين وهي مباراة مقدمة طبعا ما بين منشستر سيتي وساوس هامبتون هتتلاعب النهاردة الساعة 8 مساء وفي نفس التوقيت في الدورة الأسباني مباراة مؤجلة من الأسبوع الثمانتاشر ما بين أتليتكو مادريد وأتليتكو بيلباو طبعا المباراة مهمة الأتليتكو مادريد بيسعى لتأكيد الصدارة ومن نفس قوي جدا مع ريال مادريد وبرشلونة في صدارة الدورة الأسباني خلال الفترة الحالية لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقر الترند الترند وعندنا تفاصيل وأرقام وإحصائيات عن مباراة الإسماعيلي والأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند النهاردة طبعا الحديث الأبرز من خلال صفحات السوشيال ميديا هي مباراة الإسماعيلي والأهلي مباراة مؤجلة ضمن لقاءات الإسبوع الثاني عشر في الدور العام مباراة مهارية كبيرة وقلت مبارح وبأكد على نفس الكلام اللي قلت مبارح كنت أتمنى بالطبع هذه المباراة تقام على أستاذ إسماعيلية بحضور جماهير لكن طبعا إجراءات كورونا والإجراءات الأمنية كلنا بنلتزم بالطبع بكل هذه الإجراءات لكن النادي الأهلي بالتأكيد جاهز يلعب في أي مكان وفي أي وقت وإحنا بنستمتع لبنلعب في إسماعيلية مع هزيج الجماهير الدرويش الكبيرة طبعا السمسمية واللقاطات المميزة اللي دايما كنا بنشوفها في إستاذ إسماعيلية لكن طبعا هذه الظروف في الفترة حالية بتكبرنا كلنا هنلعب خارج الإسماعيلية أو تحديدا كمان المباراة تتلاقي في إستاذ برج العرب تدامكم على شاشة الأقطات طبعا من كواليس فريق النادي الأهلي داخل فندو الإقامة قبل التحرك طبعا والنهاردة يكون التحرك حوالي ساعة ستة إلى ربا إلى إستاذ برج العرب إن شاء الله تكون مباراة موفقة ويقدر الجهاز الفني يحقق كل الطموحات والدوافع اللي عايز يحققها في هذه المباراة لأنها مباراة بثلاث نقاط بالنسبة للمشوار المحلي وأيضا استعداد جيد جدا كنحية نفسية ودافع معنوي قوي قبل السفر إلى الكونغود ديمقراطية لمواجهة فيتا كلبا فيتا كينشاس إن شاء الله يوم التلاتة جايز ساعة ثلاثة العصر بتوقيت القاهرة لو هتكلم على مباراة النهاردة طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة يمكن اتحاد الكرة أعلى بالأمس في مساء الأمس طاقم التحكيم اللي هيدير المباراة حكم ساحة الكابتن إبراهيم نور الدين هو حكم المباراة نتمنى التوفيق يا رب في مباراة النهاردة ويعمل مباراة كبيرة ما يكونش فيها أخطاء أو ما يكونش فيها مشاهد كثيرة الحكم المساعد الأول أحمد حسام الحكم المساعد الثاني محمد عبد المجيد حكم رابع محمود رشدي وفي غرفة تقنية الفار حكم الفيديو الكابتن محمد الصباحي ومساعد حكم الفيديو الكابتن مصطفى الشهدي ده طاقم تحكيم زي ما ادامكم على الشاشة طاقم تحكيم مباراة اليوم نتمنى ان يكونوا النهاردة على قدر الحدث وعلى قدر وقيمة المباراة وما نشوفش اخطاء تحكمية زي ما كان بيحصل فيه مباراة تسابقة ويكون التوفيق حالفهم من هم يرسل عدالة في مباراة اليوم لان الاخطاء التحكمية بالطبع يعني مش عايزين تكون مؤسرة في مباراة النهاردة طيب لو هتكلم على تاريخ مواجهات الفريقين سواء الاهلي او الاسماعيلي طبعا في جميع البطولات هنتكلم مباراة محلية وافريقية وعربية ودوري وكأس وصوبر الاهلي والاسماعيلي لعبوا مع بعض 136 مباراة تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل من كلا الفريقين الاهلي فاز في 70 مباراة الاسماعيلي فاز في 29 مباراة بينما 37 مباراة كان فيها التعادل هو السماع الغلبة ما بين الاهلي والاسماعيلي اجمال الاهداف الاهلي احرص في شباك الاسماعيلي 203 هدف بينما نجح الاسماعيلي في احراز 116 هدف في مرمى النادي الاهلي لكن تاريخ مواجهات الفريقين بقى في الدوري العام في مباراة الدوري الاهلي والاسماعيلي اللعبوا مع بعض 113 مباراة الاهلي فاز في 58 مباراة الاسماعيلي فاز في 22 مباراة بينما التعادل كان في 33 مباراة عدد الاهداف الاهلي احرص حصيلة كبيرة جدا في مرمى الاسماعيلي 166 هدف بينما احرز الاسماعيلي 92 هدف في شباك الاهلي اكبر فوز للاهلي على الاسماعيلي كان 8-0 بينما اكبر فوز للاسماعيلي على الاهلي كان 4-1 طيب موقف الفريقين في جدول الترتيب طبعا الاهلي حاليا في المركز الثالث وطبعا لمباريات مؤجلة في حال الفوز بها ان شاء الله هيتصدر المسابقة بفارق سلاسة نقاط عن الفريق المتصدر حاليا بشكل مؤقت نادي الزمالج بينما الاسماعيلي في مؤخرة جدول الدوري في المركز الستاشر الاهلي لايب عشر مباريات بينما الاسماعيلي لايب اربعتاشر مباراة الاهلي في العشر مباريات حقق اربعة وعشر نقطة الاسماعيلي في الاربعتاشر مباراة حقق عشر نقاط فقط الاهلي فاز في سبع مباريات الاسماعيلي فاز في مباراة وحيدة الاهلي الحمد لله لم يخسر في الدوري حتى الان الاسماعيلي خسر ست مباريات التعادل الاهلي تعادل ثلاث مباريات الاسماعيلي تعادل سبع مباريات والاهلي في الدوري حتى هذه اللحظة احرز واحد وعشرين هدف بينما الاسماعيلي احرز اتناشر هدف الاهلي مونيا مرمى بخمس اهداف فقط بينما الإسماعيلي مونيا مرموة بـ 18 هدف هدافي الفريق قهربا ومحمد شريف 4 أهداف وليد سليمان وولتر أبواليا 3 أهداف دول هدافي فريق النادي الآلي والنهاردة طبعاً قهربا وليد سليمان مش هيكونوا موجودين في هذه المباراة لكن بالنسبة للإسماعيلي محمد صادق وشقري نجيب وفخر الدين بن يوسف وقاري بابل دول هدافين فريق الإسماعيلي كل لعب أحرز هدفين وبنتكلم الأربع العيبة دول أحرزه 8 أهداف من مجمل 12 هدف أحرزه الإسماعيلي في الدوري حتى الآن الغيابات النهاردة فيه غيابات مؤسرة وقوية سواء في الأهل أو في الإسماعيلي يعني في الأهل فيه علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد، ده طاهر محمد طاهر، وليد سليمان أيضاً كمان محمود ده قهربا في الإسماعيلي فيه محمد صبح حارس المرمى، عبد الرحمن مجدي، باهر المحمدي، عبد الله عواض، ومحمد صادق لعب خط الوسط بيتسو مسماني، المدير الفني الجنوب الفريقي بأخود النادي الأهلي لماكن المدرب البوسني درجان يوفيتش هو المدير الفني لفريق النادي الإسماعيلي موقف الفريقين في جدول الدوري من خلال لغة الأرقام البعض يتوقع المباراة ممكن تكون سهلة لكن ده على الورق، لكن في أرضية الملعب المباراة صعبة جداً المباراة هيكون فيها حماس وندية وقوة ما بين الفريقين خاصة أن الأهل بيحاول يقرب من الصدارة وبيبعد في النقاط عن الزمالك أقرب المنافسين والإسماعيلي بيحاول يخرج من عنق الزجاجة والنتاج السلبية التي حققت فيه بداية هذا المسهل لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر الأهلي حقق نتيجة أجابية ثلاثة نقاط مهمة ودفع قوية قبل السفر إلى كونغ لمواجهة فيتا إن شاء الله يوم السلساء القادر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أنقرب أكتر من معسقر فريق النادي الأهلي ونشوف الاستعدادات قبل التحرك إلى أستاذ برج العرب واخد هذه المواجهة الهمة جداً مع النادي الإسماعيلي أهلاً بحضراتكم من جديد وبالتأكيد فقرة مهمة جداً عايزين نتكلم فيها على آخر الاستعدادات وأخبار الفريق قبل التحرك إلى أستاذ برج العرب استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في هذه اللحظات أذهب مباشرةً إلى الزميل العزيز شريف شعبان من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات أخبار الفريق الفريق بالأمس دخل معسقر مغلق اتمرم في التتش لكن بعدها تحرك مباشرةً إلى الأسكندرية للدخول في معسقر مغلق شريف موجود من الصبح متابع كل الأخبار وكل الجديد داخل معسقر الفريق مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك يا زميل محمد تحيتي لك وتحيتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان من معسقر الإقامة اللي بيشهد تواجد النادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق الإسماعيل أولاً بس الصورة اللي أنت طبعاً يعني الفيول طالع منه مبهج جداً فأنا تمنى يا رب بإذن الله يكون اليوم بنفس الفيول المميز اللي أنت موجود فيه وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة أول حاجة عايزة أعرف الجو عندك في برج العرب أخباره إيه؟ نفس درجة الحرارة اللي موجودة في القاهرة 33 درجة مقوية؟ ولا الجو عندك في برج العرب زي اسكندرية كده الجو الحمد لله دافئ أو يعني بارد شوي الجو الصبح كان حر دلوقتي لا بدأت خلاص بدأ الجو يبقى فيه نسمة هوا يمكن القاهرة بتتكلم في 33 34 هنا جاءوا يمكن 30 29 مع كمان الساعات الخادمة بإذن الله حدة الحرارة هتنزل خالص فلا الجو جو قورة وبإذن الله يساعد لعب النادي الأهل بإذن الله بإذن الله على الفوز على فريق الإسماعيلي بإذن الله في رتوبة عندك يا شريف ولا الجو مناسب؟ أنا بتطمن على الأجواء عندك لأننا تمنى أن يكون فيها حتى يعني تكون شبيح حتى بأجواء فيتا بإذن الله يوم التلاتة اللي جاي لا وطبعا ما فيش مقارنة خالص الأجواء هنا أحسن بكتير من أجواء فيتا بس بإذن الله نخلص مواجهة الإسماعيلي ونستعد بقى للشقة كله بقى والرطوبة العالية والحرارة العالية بس بإذن الله عندنا سكة كبيرة في حيات النادي الأهل بإذن الله بإذن الله طيب أتطمن منك بقى على الأخبار الفريق المعسكر المغلق النهاردة في اجتماعات تتمت المحاضرة إمتى؟ حالة اللعبين كمان وأبرز الكلام الممكن يكون بيتسو موسماني قالوا للعبين قبل مباراة اليوم مع الإسماعيلي يمكن الأهل يبدأ يومه في التسعة والنصف صباحا بوجبة الفطار الساعة واحدة ونصف كتواجبة الغداء مستر بيتسو موسماني كان حريص قبل وجبة الغداء يبقى فيه لقاء مع ناصر ماهر ودكتور الفريق أحمد وعبلة ويتمئن أكتر على ناصر ماهر ويبدو أن مستر بيتسو موسماني بيفكر بجدية الاعتماد على ناصر ماهر في جزء من المباراة لأنه سأل عليه كتير وقف مع ناصر ماهر كمان يتكلم على حالته البدنية المستعدة ولا لا بتشتيكي من أي حاجة ولا لا وجاب الدكتور كمان سأله عشان يتأكد من جهزية ناصر ماهر فطبعا من قدامي طبعا تبينت أن مستر بيتسو موسماني بيفكر بجدية في جزء من المباراة لناصر ماهر يمكن كانت المحاضرة الساعة الرابعة عصرا أعلى من خلالها مستر رابيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخود بلقاء الإسماعيلي اللي هيكون في السابعة والنصف على استاد الجيش ببرج العربي يمكن الإسناكس كان أربعة ونصف والتحرك بإذن الله من فندوق الإقامة إلى الاستاد الساعة ستة إلى ربع يعني بتتكلم في خمس دايق سبعة تمن دايق بكتير بإذن الله ويكون الأهل متواجد في استاد الجيش المسافة قريبة جدا من فندوق الإقامة إلى الاستاد وعشان كده الأهلي بيختار الفندوق عشان يكون قريب من الاستاد يا رب بإذن الله يكون الأهلي موفق اليوم العباء بين على وجهها التركيز جامد بعد وقبة الغداء قعد مروان مع عمر السلية مع علي لطفي بتلاقي أعدادها جانبية محمد الشيناوي بيكلم مع كوكا علي لطفي بيكلم مع كوكا لسا لعب زغير وبيحسوه وبيطلعوا منه رهبة التواجد في المعسكر تحسبا أنه ممكن يكون لو شارك أو اختاروا مستر رابيتسو مسماني في أي وقت من اللقاء لسا هيبان بس هما لعبت النادي الأهلي الكبار بيحاولوا طبعا يخرجوا كوكا من الضغط طبعا الكبير طبعا لسا لعب زغير وموجود في وسط الكوكبة من نجوم النادي الأهلي ومواجهة كبيرة هي مواجهة الإسماعيلي لا الدنيا ماشية كويس وفي تفاؤل على وجه لعب النادي الأهلي وفي تركيز شديد على وجه لعب النادي الأهلي يا رب بإذن الله بس التوفيق معنا وبإذن الله نفوز بإذن الله على فريق الإسماعيلي بإذن الله الأهلي والإسماعيلي موجودين في فندق واحد يا شريف ولا الإسماعيلي في فندق تاني لا الأهلي بيختار فندقه بعناية يعني لو الأهلي ما بيحبش حد يبقاعد معه في نفس الفندق وبيسأل من قبلها فلا الفندق موجود فيه النادي الأهلي فقط لغير انت عارب بيبقى فكرة القوتيل جنب الاستاد على طول ففكرة ان لازم الاجراءات الادارية او النزوشتية بتتحضر ازاي تقعد في القوتيل عشان طبعا مكان المحاضرات ولو فيه تدريب اتعمله مثلا قبل التحرك للاستاد تدريب خفيف بيبقى فيه اجراءات معينة كده حبيت اتسلك عليها عشان كمان اجراءات الاحترازية قبل التحرك للاستاد طيب عايز اعرف كمان التشكيل المتوقع انت ان برحك انت موجود فيه التدريب الاساسي هل فيه ملامح للتشكيل كمان عندك اشريف ممكن تقدر تقولين عليها قبل التشكيل زميل محمد او ملامح للتشكيل شطارة الجهاز الاداري بيكون مركز في القصة دي مدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيز ومن تحته بقى مدير الاداري الكابتن ماهر عبدالعزيز وكابتن عمر الاداري كل الادارين اللي بيشتغلوا فيه النادي الاهلي ببوحراسين حتى لو موجود فريق اخر في نفس الفندو بتلاقي في جناح خالص مفصول لكل لعاب النادي الاهلي مطعم خاص لكل لعاب النادي الاهلي قاعة محاضرات للاعاب النادي الاهلي فقط لغير وكمان ايضا موجود عامل لتطهير نور يطهر غرف الفندق يطهر المطعم يطهر قاعة المحاضرات لتوبيس كل حاجة النادي الاهلي بتاع معها باحترافية شديدة ملامح التشكيل يمكن امبارح مستر بيتسو بيسماني زي ما قلتلك اتكلم مع بيكهم كتير ويبدو ان بيكهم بدأ يحجز مركز الباك لسه بقى الخط الامامي مين اللي ممكن يبدأ فيه محمد شريف ولا مروان محسن امبارح شوفنا في التمرين مروان اخد جزء وشريف خد جزء من تحته افشا خد جزء وناصر مار خد جزء حسين الشحات خد جزء هو واجايه يمكن لسه الراجل ما استقرش او راجل استقر من الكواليس ولكن لسه ما اعلنش رسمي ولكن الخط الامامي الكل في حسابات مستر بيتسو بيسماني ولكن المفضلة ما بين شريف او مروان من اللي ممكن يبدأ ولكن على ما اظن بواليا بيبتعد عن بداية اللقاء هي المفضلة الامة بين محمد شريف ومروان محسن ويبدو ان محمد شريف هو الاقرب لحجز خط هجوم النادي الاهلي يارب يكون موفق النهاردة ويقدر يترجم الفرص كلها باذن الله باذن الله الى اهداف عاقل مباراة الاسماعيل يا شريف هل عندك معلومات انه ممكن باذن الله علي معلول وليد سليمان يلحقوا يسفروا مع الفريق الى الكنغو خاصة ان الصفر هيكون يوم السبت فبتكلم في 48 ساعة بعد مباراة الاسماعيل البكرة هيكون في تمرين الساعة الواحدة زورا واجراء المسحة الخاصة بالصفر الى دولة الكنغو يوم الجمعة هيكون اجازة يوم السبت باذن الله يكون في تمرين في التاسعة والنصف صماحا ومن بعدها الى مطار القاهرة والصفر عبر طائرة خاصة الى الكنغو برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة الوزير العامري فاروق يمكن وليد سليمان بيبتعد نهائيا عن مباراة في تكلوب يوم السلساء ولكن وليد سليمان موجود سوري علي معلول موجود بكل قوة كابتن سيد عبدالحفيس صرح ان منسبة كبيرة هيكون موجود في بعثة النادي الاهلي من الشكل العام ممكن يبقى فرص تواجد علي معلول كبيرة ولكن وليد سليمان من الصعب اللي حاقه به البعثة باذن الله بعد الخدوم منصورين باذن الله من الكنغو يكون وليد سليمان متواجد بشكل كبير جدا مع باقي زملاءه في المرحلة المقبلة باذن الله اتكلمت مع ناصر ماهر يا شريف يعني شفت حالة ناصر مدى استعداده لخوض المباريات الحالة المعنوية بعد عودته للملاعب من جديد بعد غياب حوالي ثلاث شهور عايز اعرف انطباعات ناصر ماهر على عودته مع الفريق خلال هذه الفترة اتكلمت معا من حوالي تلت ساعة يمكن بعد المحاضرة بالتحديد ومتفائل وفرحان جدا وعنده يعني زي ما بيقوله نفسه ينزل الملعب النهاردة او دلوقتي قبل كمان ساعات ومشتاء للمستطيل الاخضر وبيقولي منتظر الاشارة من بيستر بسومانيا عشان انزل اقصر الدنيا بلغة الكورة متحفز ونفسه ومشتاء للعودة مرة اخرى وجاهز مليون في المية يا رب بإذن الله هو والنجوم الموجودين في الفريق النهاردة يكونوا موفقين بإذن الله ايا من يلعب الاهل بمنحضر عندنا مشكلة في الجبهة الشمال ولك عندنا ساقة كبيرة جدا في كل لاعب النادي الاهل ومنفسها تكون شارسة الفترة القادمة ما بين ناصر ماهر والمتألك أفشى هل لاحظت انت موجود جوه المعسكر فيه كلام كتير على فكرة ان النهاردة مفيش اي ظهير ايصر من اللاعب الاساسية فيه قائمة المباراة غياب معلول غياب ايمن اشرف غياب محمود وحيد هل لاحظت ان فيه كلام كتير جوه للفريق او الجهاز الفني عن هذه الجزئية ولا لا يعني الجهاز الفني اشتغل عليها واختار اللاعب المناسب وخلاص ان شاء الله مع بداية المباراة نعرف مين اللي هيبدأ بشكل اساسي لا خلاص القصة من يومين تم غلقها تماما عندما عالم الجهاز الفني بعدم لحاق ايمن اشرف الى المباراة فتم تجهيز البديل محدش بيتكلم خالص عن مين حتى اللي هيلعب بكهم او كوكا اللي هيلعب هيكون جاهز محدش بيتكلم في هذه الجزئية لان عندهم ثقة كبيرة في بكهم او في كوكا لو لقى في هذا المركز او لو استعام من اي من السردبكات او لو لقى محمد هاني او حسين الشحات لا لا حدش بيتكلم في هذه الجزئية خالص طيب شريف سألت دكتور احمد ابو عبل على طاهر محمد طاهر الحمد لله تكون حاجة خفيفة اصابة خفيفة ويلحق مباراة فيتا باذن الله باذن الله باذن الله طاهر محمد طاهر هيكون موجود هو ايمن اشرف باذن الله في مباراة فيتا كلوب القادمة باذن الله زميل العزيز شريف شعبان انا بشكرك شكرا جزيلا يدوبك بقى الحقسيبك عشان خلاص انتو خلاص دقايق وتتحركوا من مقر الاقامة الى ازداد برج العرب وان شاء الله تكون مباراة موفقة ونستطيع العودة بثلاث نقاط بعد مباراة الاسمائل شكرا جزيلا يا شريف وكل التوفيق ليك وللفريق باذن الله في مباراة اليوم اخرج لفاصل وبعد الفاصل ترند الالي وحديث عن المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها بنعليها احنا بدعنا الصنع انتو نباين بعدينا احنا نباين دقبال اسأل يبني علينا الاهل تود القرابة القلبة هي فيها بطوا يمين كل شمال كلوا عالسكة وشجال بتضرب الله بيعتشال الاهل معلم اجال ما فيش عب بيقصر فينا احنا تاريخنا بيحكى علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتأوينا احنا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الاهل انا هستعرض مع بعض المحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا واللي اتكلموا فيه عن الاهل واخر الاستعدادات قبل مباراة الاسماعيل الحساب الرسمي لقناة الاهل على تويتر نشروا التصميم الخاص لمباراة النهاردة امام الاسماعيلي في الدوري على استاد برج العرب الساعة سبعة ونصف مساء طبعا التصميم بيتصدر فيه عمر السلية ومحمد هاني وقاليو ديانج نجم خط وسط فريق النادي الاهل ماتش داي هي مباراة اليوم في الدوري المصري مباراة مجرم للاسبوع الاثناشر الساعة سبعة ونصف ان شاء الله تكون بداية موفقة في مباراة اليوم ويقدر الاهل يحصل السلاس نقاط طيب الصفحة الرسمية ليلا قرأ على الفيسبوك توقعوا تشكيل الاهلي لمباراة الاسماعيلي اليوم شريف هيقود خط الهجوم واحمد رمضان بكهم زهير ايصر امام الاسماعيلي في حرصة المرمى التشكيل المتوقع طبعا على عهدت الزملاء في يلا كورا محمد الشنو في حرصة المرمى محمد هاني زهير ايمن احمد رمضان بكهم زهير ايصر ياسر ابراهيم وبدر بنون اثنين قلبي دفاع عمر السلية وقاليو ديانج اثنين وسط ارتكاز امامهم صنع العاب محمد مجد افشا في الهجوم جونيور اجايي وحسين الشحات ومحمد شريفي تشكيل الاقرب والمتوقع لمباراة اليوم طيب كمان من خلال حساب المصري الرياضي اتكلموا على ان مروان محسن وجهة نظر اخرى ولكنها خبرية بقى بيقترب من قيادة هجوم النادي الاهلي امام الاسماعيلي يمكن حساب الرسمي لمصري اليوم على تويتر يتكلموا لان مروان محسن في اتجاه لدى الجهاز الفني ان يبدأ مباراة اليوم امام النادي الاسماعيلي خاصة ان في المباراة السابقة لما نزل من اول لمسة قدر يحرز هدف في مرمى فيتاكلاف فممكن يكون مروان في اتم الجهازية لبداية مباراة اليوم عوما هي كلها يعني لحظات قليلة او اقل من ساعة ونقدر نعرف التشكيل الرسمي اول ما الفريق يصل الى استاد برج العرب لخوض مواجهة الاسماعيلي طيب من خلال الحصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك اتكلموا على التشكيل المتوقع من وجهة نظرهم للنادي الاهل ضد الاسماعيلي وشايفينها هيكون فيه تغيير في خط الدفاع ومفضلة من الناحية الهجومية طبعا بتكلموا فيه تغيير في خط الدفاع بسبب عدم وجود ظهير ايصر في ظل غياب السلاسي معلول وايمن اشرف ومحمود ده وحيد وقالوا ان الاقرب لشغل هذا المركز هيكون احمد رمضان بكهم لكن فيه مفضلة داخل الجهاز الفني مبين محمد شريف ومراوان محسن وولتر ابواليا لقيادة خط هجوم فريق النادي الاهلي عموما اي 11 يبدأوا النهاردة ان شاء الله نتمنى يكون فيه عنصر التوفيق مهم جدا لكل اللاعبين لان انت ممكن تبدأ بافضل تشكيلة تصنع فرص كتيرة لكن في النهاية ما يكونش التوفيق محالف ليك فبالتالي ما تدرش تحرز اهداف وده للأسف اللي حصل فيه مباراة فيتا كلب طيب كمان من خلال الحساب الرسمي لفي الجول على الانستجرام نشروا نتائج اخر سبع مواجهات ما بين الاهلي والاسماعيلي الاحمر اللي هو النادي الاهلي تفوق فيه اربع مواجهات والتعادل كان حاضرا فيه تلت مباريات اخرى الاسماعيلي يبحث عن الفوز الغائب على الاهلي في الدوري منذ نوفمبر 2010 يعني نتكلم في حوالي اكتر من عشر سنين واربع شهور الاسماعيلي لم يفوز على الاهلي فيه الدوري نتمنى يا رب يعني تستمر هذه المسيرة ويكون النادي الاهلي النهاردة فايز على الاسماعيلي اخر مواجهات الاهلي فايز على الاسماعيلي 3-0-1-0 تعادل ايجابي 1-1-1-1 الاهلي فايز 1-0-2-0 وفي الاخر جولة بينهم كان فيه تعادل سلبي ما بين كلا الفريقين طيب الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتبوا ان الاهلي يطير الى الكنهو يوم السبت لمواجهة فيتا كلاب ان شاء الله بإذن الاهلي هيقدي تدريبه صباح السبت وتغادر بعثة الاهلي بعد المران الى الكنهو يكون فيه تجمع للفريق في مطار القاهرة يوم السبت الساعة واحدة الدور الاستقلال التائرة والرحلة الخاصة الى تنشاسها لاخد هذه المواجهة الصعبة هيكون فيه تدريب يوم الحد يوم الاثنين على الملعب الوطني الملعب الرسمي اللي هيستضيف المباراة ويوم الثلاثة المباراة الساعة تلاتة بتوقيت القاهرة في حضور 3000 متفرج السلطات الصحية في الكنهو تسمع بحضور 3000 مشجع في هذه المباراة وبإذن الله نتمنى تكون الاجواء مناسبة لان هذه المباراة مهمة جدا ترجع فيها بنتيجة ايجابية عشان المواجهات المباشرة ما بين الاهل وفيتا اذا احتجتها في الجولة الختمية بالاضافة لده انت محتاج ترتفع في رصيد النقاط الى سبع نقاط على اقل تقدير في هذه المباراة لان عندك بعد كده مبارتين المريخ في السودان وسيمبا في القاهرة وان شاء الله يقدر الاهل يتخطى هذه المواجهة الصعبة جدا ظروف الخر الرطوبة لكن الاهل سبق ليه في نفس الاجواء ونفس الظروف يرجع بنتيجة ايجابية طالما هناك عزيمة وقوة واسرار على الاستمرار في هذه البطولة لانك بتسعى مش للفوز باللقب فقط لا ده انت بتدافع عن اللقب اللي انت احرصته العام الماضي في المباراة النهائية امام نادي الزمالك طيب اخر حاجة معايا من المحتوى الموجودة على السوشيال ميديا بنتكلم على اليوم السابع على صفحته من رسمية على الفيسبوك كتبوا ان الاهلي بيحافظ على ترتيبه العالمي وبيتفوق على الزمالك بمية واحداشر مركز ده من خلال التصنيف الصادر عن الموقع العالمي الشهير فوتبول داتا بيز اتكلموا ان الاهلي احتفظ بمركزه في قائمة افضل خمسين نادي على العالم الاهلي جاء في المركز اربعة واربعين ضمن افضل خمسين نادي الزمالك جاء في المركز مية خمسة وخمسين يعني نتكلم في فارق حوالي 111 مركز ما بين الأهلي والمنافس التقليدي في الكرة المصرية نادي الزمالك الأهلي حافظ على صدارة قائمة الفرع الإفريقية في التصنيف الصادر من هذا الموقع العلامي الشهير تفوق على ترجي تونسي سانداونز الجنوب الإفريقي مازنبي الكنهولي بينما جاء الزمالك في المركز الخامس على الصعيد القرية في النهاية أرقام وإحصائيات لكن بالطبع طبعا صدارة التصنيف في البطولات الإفريقية هو الأهم وهو الأكبر وهو الأعظم لأنك بتتصدر التصنيف كنادي القرن في القرن الماضي وفي القرن الحالي عن أقرب المنافسين عندك أندية بتحاول تقرب منك سواء في عدد البطولات أو الأرقام لكن الحمد لله يظل النادي الأهلي دائما في صدارة الأندية الإفريقية والعربية على المستوى الإفريقي طيب ده كان المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا بخصوص مباراة الأهلي والإسماعيلي وإلقاء الضوء على مباراة الأهلي وفيتا كلاب إن شاء الله يوم السلساء القادم لكن نخلص مباراة النهاردة وبعد كده هيكون الحديث كله على مباراة فيتا خلال الأيام القادمة أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين بحضراتكم بقية فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء المتوقع من الحالة هنستعرض بعض الأمور المتعلقة بالترند العالمي وأيضا مشاركات الجماهير على السؤال التي طرحناه في بداية الحالة لكن عايز أتكلم في الترند العالمي أولا على النهاردة محمد ده صلاح بيفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول طبعا هدفه في مرمى ليستر سيتي جفاز بجائزة هدف للشهر طبعا دي للمرة الستة على التوالي محمد صلاح أهدافه بتكون هي الفائزة في أهداف للشهر في نادي ليفربول الإنجليزي طبعا ده جاي متزامن بقى مع مباراتهم النهاردة مع لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يمكن صلاح أحرز هدف في المباراة الأولى في ألمانيا لكن النهاردة يقدر إن شاء الله على ملعبه يقدر يحرز هدف ويكون يعني مساهم بشكل قوي مع ليفربول في التأهل إلى مرحلة دور التمانية خاصة أن الدوري أبطال أوروبا هيكون فرصة طيبة ليفربول يعود بها النتائج السلبية الموجودة في الدوري الإنجليزي وإنعدام فرصته في إحراز لقب الدوري هذا العام بعد اقتراب منشستر سيتي لكن نبدأ مع بعض التريند العالمي من خلال صورة مهمة جدا من خلال الحساب الرسمي لإيجيب سبورس نتوارك بيتكلموا على أن طفل كيني في أحد مشاريع البناء بيرتدي تي شيرت مكتوب عليه اسم نجمينة محمد صلاح مكتوب بمواد الطلاق يعني أنت جبت مثلا إيه فرشة كده وبوية وكتبت عليها مو صلاح رقم 11 وطبعا بيتمنى أنه يكون مثله طبعا بيتمنى أنه يكون زي محمد صلاح في المستقبل ده طفل كيني موجود وشغال في أحد مشاريع البناء ده اندل على شيء بيدل على الشعبية الجريفة ودور قرة القدم بشكل كبير في إفريقيا مع اللاعبين الصغار الله أعلم هذا طبعا الطفل ممكن بعد كام سنة يكون نجم كبير في الملاعب الأوروبية عندنا أمثلة كتيرة جدا وده دور مهم جدا دور إيجابي لمحمد صلاح مع القرى الإفريقية في الفترة الحالية وصورة معبرة بالطبع يعني توصف منها مشاهد كثيرة جدا من خلال هذه الصورة الرائعة جدا لطفل بسيط من كينيا لابس تي شيرت مكتوب عليه اسم محمد صلاح ومش مكتوب مثلا مضوع لا ده يعني معمول مثلا بمواد الطلاق اللي انت بتشتغل فيها في مواد البناء طيب أروح بقى كمان لصفحة يلا كورة على الفيسبوك بيتكلموا النهاردة إن محمد صلاح لو سجل اليوم في مرمى لايبزيج سينفرد بالمرتبة التلاتاشر في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ ويرفع رسيده المية وتسعتاشر هدف ويبدأ بقى ملاحقة أساطير أخرى في ليفربول زي مثلا سام ريبولد جاك بريكسون ديك فرشو وبالتأكيد دول كانوا أحرزوا أهداف كثيرة جدا مع ليفربول نتمنى التوفير بالنهاردة ليفربول أمام لايبزيج في الدوري أبطال أوروبا لكن نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة على توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهل والإسماعيل ومين هيسجل الأهداف إكرام المصر بيقول بالتوفير إن شاء الله تعالى محمود بيقول تلاتة واحد للأهل إن شاء الله محمد شريف بولية ومحمد بجدي أفشة خلف بيقول اتنين سفر والتر أو شريف وأفشة محمد بيقول نتمنى والتر بولية يحرز هدف طبعا الكل بيتمنى النهاردة الأهل يفوز لكن في نفس الوقت وإنت بتتمنى بالفوز وإحراز الثلاث نقاط بتتمنى حتى الأهداف يكون فيها عامل نفس مهم جدا لأحد اللاعبين المميزين المهاجم الزنبي والتر بولية نتمنى التوفير رب إن شاء الله النهاردة للنادي الأهلي يحرز الثلاث نقاط دفع معنوية قوية قبل الصفر إلى كنهو ويكون فيه إيجابيات كثيرة قبل الصفر إلى كنشاسة يوم السبت القادم بشكر حضركم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى لكم في حاجات وراجب ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرق فحبنا للأهلي إنه في نفسها لو تلقى اسأل على الأهلي وأضرابهم هيقول لك واسع للأرض وكماية عالأهلي من الأهلي ضغطوا من أول الصد